بناء على أسباب الكذب اللي حضراتكم سمعتوها دلوقتي يمكن تصنيف أهم أنواع من الكذب طيب أهم أنواع بقى ممكن تتصنف إزاي هقول لكم أول حاجة الكذب الخيالي أو ما يعرف بالكذب الالتباسي اللي أنا قلتلكوا عليه أنه هو فيه مسج ما بين الحقيقة والخيال فيه الكذب الادعائي والكذب الادعائي ده أن الطفل بيتدعي ما هو غير صحيح علشان خاطر يتجنب مثلاً زي ما قلنا العقابي بمن أسبابه الخوف أو من أسبابه كراهيته لحد تاني أو أسبابه مثلاً حسده أو طمع في أنه هو مثلاً يحصل على غرض معين مش قادر يحصل عليه في وجود حد تاني مثلاً من أشقاءه أو من زملاءه في المدرسة فيقوم بيجذب لغرض معين ده بيسموه الكذب الغرضي تمام؟ كمان يعني الكذب الغرضي ده له مثل شهير قوي أنه مثلاً يجي الطفل يطلب مثلاً يقول أنه عايز فلوس عشان يشتري حاجة للمدرسة وفي الآخر هو عايز يلعب ولا عايز يروح يلعب في حتة ولا عايز يشتري حاجة للعب أو ما إلى ذلك برضو من أنواع الكذب الكذب الانتقامي وده احنا قلنا عليه أنه الشعور بالغيرة من شقيق أو من زميل فيدعي عليه بغير الحقيقة الكذب الوقائي زي ما اتفقنا هو نموذج صريح له هو الخوف وكذب التقليد هو أنه نحن يقلدنا يعني الطفل يقلد الكبر لو فكرتوا كده شوية هتلاوا أن أسباب الكذب يمكن جداً أنها تطلع منها أنواع الكذب وبالمناسبة أنا شرحت لحضراتكم أسباب الكذب كده يعني بتفصيل شوية لأن من أهم هتعرفوا دلوقتي من أهم طرق التعامل مع الكذب هو إزالة السبب يعني لما نزيل السبب اللي الطفل بيجذب بسببه أو بيجذب عشانه هنبقى قطاع نشوط طويل جداً جداً في حل المشكلة مخاطر الكذب كتيرة أولها ابتعاد الأصدقاء الكويسين عن الطفل لأن الطفل الكذاب ده محدش بيحب يصاحبه محدش بيحب أنه يكون قريب بينه وخصوصاً كمان لو الأسر عرفت يعني الأسر لما تعرف أن الطفل ده كذاب يقوموا ينبهوا على بنتهم أو ابنهم أنه ملكوش دعوة بالولد ده أو البنت دي عشان دول كذبين فالكذاب ده معروف أنه هو بيعمل مشاكل كمان من مشاكل الكذب إنعدام الثقة في أقوال الطفل وأفعاله ودي حاجة بتهز ثقة الطفل في نفسه جداً وجلب المشاكل للأسرة لو فكرتوا كده أكيد أنتوا وأنا بحكي كده كل حد في محيطه مر بتجربة شبيهة بكده هتلاقوا أن برضو مشاكل كتيرة أو بتحصل بسبب الكذب أو كذب الأطفال سوء السيرة والسمعة وعلى فكرة حكاية الكذب يعني المشاكل دي بتحصل كمان في الأجواء العائلية أكتر يعني تلاقي مثلاً الأب بقى راجع مش عارف من برة فتلاقي الطفل كده عشان كده يوجد لنفسه مساحة من الاهتمامه بتاع فيروح قال لبابا مثلاً ده ماما زعقت لتيتا مثلاً فريوح الراجل من غير ما يتقصى أي حقائق يروح مزعق لامراته فامراته تاخد على خطيرها فكل ده بسبب أن الطفل كذب مثلاً يعني تمام؟ والكذب كمان من أهم مخاطره قلة التركيز الدراسي ليه؟ لأن الطفل اللي بيجذب ده بيبقى منشغل دايماً أنه يحبك القصة بتاعة الكذب عشان ما يبقاش فيها عيوب فتلاقيه منشغل عن الدراسة دبعاً بخلاف الألأ والتوتر